قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني ايوب عن عبدالله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحريث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني تزوجت امرأة فلانة ابنة فلاء فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني ارضعتكما وهي كفرة فاعرض عني فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كذبة فقال لي كيف بها وقد زعمت انها ارضعتكما دعها عنك قال حدثنا سفيان بن عوينة عن اسماعيل يعني ابن امية عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحريث تزوجت ابنة ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء يعني فذكرت انها ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقمت بين يديه فكلمته فاعرض عني فقمت عن يمينه فاعرض عني فقلت يا رسول الله انما هي سوداء قال فكيف وقد قيل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة بن الحريث قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بن بن عيماني قد شرب الخمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من في البيت فضربوه بالايدي الجريد والنعالي قال فكنت ممن ضربه قال حدثنا روح قال حدثنا عمر بن سعيدي بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحريث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام صريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ورأما في وجوه القوم من تعجبهم ولوبس عليه قال ذكرت وانا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت ان يمسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحريث قال انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر فذكر معناه حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال حدثني عقبة بن الحريث او سمعته منه انه تزوج ام يحيى ابنة ابي ايهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعرض عني فتنحيت فذكرته له فقال فكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما فناهاه عنها دثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكة ان عقبة بن الحريث ابن عامر اخبره او سمعه منه ان لم يكن خصه به انه نكح ابنة ابي ايهاب فقالت امت سوداء قد ارضعتكما فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاعرض عني فجئت فذكرت له فقال فكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما فناهاه عنها قال حدثنا سليمان بن حرب وعفان قال حدثنا وهيب بن خالد قال عفان في حديثه قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن عقبة بن الحريث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ابن عيمان او ابن النعيمان وهو سكران قال فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر من في البيت ان يضربوه فضربوه قال عفان في حديثه فشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة قال عقبة فكنت في من ضربه